اخواني اخواتي متتبعي قناة اه شوف تيفي اهلا و سهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو المنباشر من دواحي العاصمة الفرنسية باريس اشن نقلل لكم الاجواء هنا وخصوصا بعد عرف الحجر الصحي بفرنسا ولو واحد النسبة على مواقعته ولكن تقريبا تسعين في الميال الحياة بدأت تترجع للطبيعة ديالها. اذا كما تعلم الجميع بانه يوم احداش ماي كانت فرنسا رفعت الحجر الصحي هنا ايا ولكن بشرط ويوم السبس الماضي اه تم افتتاح اه افتتاح الحدائق العمومية ايضا اه الى بارك اه الناس مش ينجيوا يمكنوا ياخدوا الحياة ارجعوا لحياة طبيعية ديالهم. اما تشوفوا معي دابا حاليا كانت واجدوا احد اكبر اللي بارك انا ايا. اه شوفوا الدنيا كامرة كل شي خارج الناس فرحانة العودة للحياة الطبيعية ديالها. تما كما تشوفوا معي. كل شي ناشاط كل شي فرحان الناس دارت لي عليها. الناس دارت لي لها التازمات بقواعد الحجر الصحي وهم الحمد لله تجنيوا التمار ديالك الشي وكما تتعرفوا فرنسا تتعرفوا احد اه من خفاض اه جدهم ديال اه من خفاض جدهم ديال النسب الاصابات وايضا اه عدد الوفايات. انتم وكما تتشوفوا معي امور الحياة اه رجعات للطبيعة ديالها اكتر من تتعين في المياه ان شاء الله غدا سيتم افتتاح المقاهي والمطاعم في وجه الناس ان شاء الله. انتم وكما تتشوفوا معنا اخواني 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 اجواء مش ميسا هنا يا. اه سنتواجد بضيفة في اه نهر السين والمعروف التي طرق العاصمة الفرنسية بياريس ودواحي اه. شوفوا الناس كل شي خارج. كما قلت لكم قبيلة بان الناس الان ده باتل جنيد التمار ديال اه الالتزام ديالهم بتدابير الحجر السحي هنا هي في فرنسا. يعني الناس كلهم التازمون ونخارطوا وتعاونوا مع السلطات. والشي تنتمنى اخواتنا المغاربة ان شاء الله. باش ان شاء الله اه ترجع الحياة اه لطبيعة ها في اه بلدنا الحبيب. اهلا انتم تكشفوا معي اخواني اخواتي. او مور كم لكت لكم الحياة ترجعت الى طبيعتها. وخصوصا من يوم غد ان شاء الله. يوم غد ان شاء الله سيتم افتتاح المقاهي والمطاعم هنا بالعاصمة بفرنسا بصيفة عامة. اذا اخواني اخواتي كانت هذه واحد لجولة باش نخليكم تعيشوا معنا الاجواء انها يديرها في الحجر السحي بفرنسا. وتنضرب لكم واحد ان شاء الله يوم غد باش نقلو لكم ايضا اجواء بعد افتتاح المطاعم والمقاهي. شكرا لكم.